السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف السابع اليوم رح أشرح درس جديد في مادة التاريخ درسنا بحكى عن منازل الحج الشامي في الأردن في العصر الأموي بالبداية قبل نتعرف على المقصود بمنازل الحج أو قافلة الحج بنا نعرف أهمية دمشق لأنه عاصمة الدولة الأموية أصبحت دمشق بالبداية كانت المدينة المنورة ولما انتقلت العاصمة من المدينة المنورة لدمشق حضيت دمشق باهتمام كبير من الخلفاء لماذا؟ لأن القافلة الكبرى للحجاج كانت تخرج من دمشق بدنا نتعرف على المقصود بقافلة الحج ما معنى قافلة الحج؟ قافلة الحج الشامي هي شكل تقليدي في الدولة الإسلامية وذلك لرعاية قافلة الحج من خلال مسيرها إلى الأراضي المقدسة وكان يرأسها أحد كبار رجال الدولة ولا يزال هذا التقليد مستمر إلى وقتنا الحالي مثال على ذلك رئاسة وزير الأوقاف الأردني لبعثة الحج الأردنية في كل عام والمسؤولة عن قافلة الحجاج اللي هي دائرة الأوقاف والمقدسات الإسلامية في عندنا مفهوم تاني في درسنا اللي هو المرحلة المرحلة هي مسيرة يوم وتقدر بحوالي من 45 إلى 50 كيلو متر من 45 إلى 50 كيلو متر هاي طبعا بنسميها المرحلة اللي هي مسيرة يوم أي الانتقال من محطة إلى محطة أو من منزل إلى منزل اللي هي منازل الحج الشامي مراسم الحج الشامي في العصر الأموي كانت تتم في أوائل النصف الثاني من شهر رجب سواء كان في دمشق أو في مصر وتستمر الرحلة أي رحلة الحج قرابة ثلاثة أشهر وكان يوم خروج قافلة الحج يوما مهيبا يعني يوما عظيما وتقام فيه الاحتفالات ويودع القافلة أي قافلة الحجاج الخلفاء والأمراء والعامة الناس يعني الأشخاص الأصدقاء الجيران وذوي الحجاج في يوم مهيب في يوم كانت تخرج فيه القافلة ويتم توديحهم من قبل أقربائهم رح نتعرف الآن على أهم منازل حج الشامي في الأردن عنا عدة منازل بس قبل ما نحكي عن منازل حج الشامي في الأردن بنا نعرف أنه في منطقة اسمها أذرعات التي يطلق عليها اليوم اسم درعة هي آخر منازل حج في سوريا آخر منازل حج في سوريا ثم يبدأ الجزء الأردني عن طريق الحج الشامي وزي ما هم بيننا هون بالكتاب هذه خارطة المملكة الأردنية الهاشمية هذه درعة الحدود السورية الأردنية آخر منزل من منازل الحج في سوريا اللي هي أدرعات اللي هي درعة حاليا بعدين بمروا بمنازل الحج في الأردن ورح نتعرف عليها وحدة وحدة أول وحدة أهم منازل الحج المنازل يعني محطات اللي هي الفدين المفرق وهي أولى منازل الحج الشامي في الأردن إذن أولى منازل الحج الشامي في الأردن اللي هي المفرق تاني منزلة أو تاني محطة الأزرق الأزرق اللي هي اهتمة بها خلفاء بني أمية وأقاموا بها القصور وكانت مزودة بالبرك والآبار لكي يستفيد منها الحجاج المنزل الثالث الزرقاء وهي مركز للمراقبة والحراسة عن طريق الحج الشامي المنزل الرابعة وهي عمان وكانت في العصر الأموي سوقا عامرا ومقصدا للحجاج الراغبين في شراء حاجاتهم وصلعهم يعني كان فيه سوق في كل السلع والحاجات اللي بيحتاج إلها الحجاج فكانوا الراغبين بشراء حاجاتهم كانوا يعني يشتروها من وين من عمان القصطل عثر على القصطل على مجموعة من النقوش التي كانت أدعية للحجاج أدعية للحجاج لدينا المنطقة الساد سيزيزيا أي الجيزة ويوجد فيها بركة ماء رومانية بركة ماء رومانية وكان يتزود منها الحجاج بالماء وهي منطقة غنية بالمحاصيل الزراعية مدام فيها ماء أكيد بدي يكون فيها إنتاج زراعي ومحاصيل زراعية بمعان عمرها بنو أمية وأنشأوا فيها سوقا كبيرا إذن فيه سوق كبير تاني غير اللي بعمان في عنا سوق بمعان وكان الحجاج يخزنوا فيهم أمتعتهم الزائدة يعني أي إشي زائد عن الحاجة كان يخزنوا وين بمعان وين كانوا يخزنوها في أماكن بتم حراستها لحين عودتهم لما يخلصوا يرجعوا من الحج ويمروا بمعان مرة تانية كانوا يرجعوا ياخدوا أمتعتهم الزائدة اللي بتم تخزينها المنزل الثامن اللي هي آيلة العقبة وكانت ملتقة حجاج الشام بحجاج مصر والمغرب حجاج الشام اللي بيجوا من بلاد الشام بلتقوا بحجاج مصر والمغرب وين في العقبة سرغ أو المدورة اللي هي آخر منازل الحج في الأردن آخر منازل الحج في الأردن بعدين بيروحوا على الديار المقدسة هاي هي منازل الحج الشام اللي هي أو محطات الحج الشامي طيب بننتقل لموضوع آخر في الدرس اللي هو بتحدث عن مظاهر اهتمام الأمويين بطريق الحج الشامي أهم هاي المظاهر أول إشي الإنفاق على الحديج وإطعامهم الإنفاق على الحديج وإطعام أي إشي بيحتاجوا الحجاج كانوا يقدمونهم إياه الأمويين حفر الآبار والبرك لتأمين الحجاج بالماء بيحتاجوا إلى الماء فكانوا يقوموا الأمويين بحفر الآبار والبرك إقامة القلاع والقصور والخانات والأسواق على طريق الحج من أجل حمايتهم وأيضا إصلاح الطرق وتوزيع الأموال على القبائل التي تسكن إلى جانب طريق الحج هذا الإشي أو هاي الأمور اللي كانت تقوم فيها من الأمويين نشوف الأسئلة الدرس الأسئلة الدرس السؤال الأول أعرف قفلة الحج الشامي حكناها بالبداية الخان اللي هي عبارة عن استراحة المرحلة عرفناها وسرغ المدورة ذكرناها بمنازل الحج الشامي أذكر مراحل استعدادات التأثير قفلة الحج اللي هي حكناها بداية شرح الحصة اللي هي مراسل الحج في العصر الأموي هاي برجع بعيدها اللي هي كانت في شهر منتصف شهر رجب في دمشق أو في مصر تستمرت قرابة ثلاثة أشهر وكان يوم خروج قفلة الحج يوماً مهيباً ويقوم فيه الاحتفال ويودع القافلة الخلفاء والأمراء والعامة والذي الحجاج هاي هي جواب السؤال الثاني بين أسباب ما يلي أهمية الزرقاء على طريق الحج الشامي اللي هي حكيناها هي مركز للمراقبة اللي هي مذكورة بالشرح مركز المراقبة والحراس على طريق الحج إقامة حامية عسكرية في عمان من أجل حمايتهم من أجل حماية الحجاج لأنها مقصداً للحجاج من خلال وجود سوق في عمان تعدد مصارات قافلة الحج الشامي وطرقها نكمل نكمل وصلنا عن جيم سؤال الثالث تعدد مصارات قافلة الحج الشامي وطرقها الجواب بسبب قدوم قوافل الحج من آسيا الصغرى ومصر والمغرب الذين يسلكون طريق البحر إلى الشام وينضمون لقافلة الحج الشامي السؤال الرابع مبين مظاهر احتمال الأممين لقافلة الحج الشامي الحكيناهم وهي موجودين صفحة 56 برجة بعيدهم الانفاق عن حديج وإطعامهم حفر الآبار والبرك لتأمين الحجاج بالماء إقامة القلاع والقصور والخانات والأسواق عن طريق الحج وإصلاح الطريق وتوزيع الأموال على القبائل لا تسكن إلى جانب طريق الحج السؤال الخامس أكمل الجدولات بالمعلمات الصحيحة المفرق زي ما حكينا بداية الشرح أولى منازل الحج الشامي وخدمة الحج والمسافرين الزرقاء مركز المراقبة والحراسة عن طريق الحج عمان سوقا عابرا لطريق الحجاج لشراء حاجاتهم وسلعهم زيزيا اشتهرت ببركة ماء لتزويد الحجاج بالماء إمعان سوقا كبيرا لتخزين الحجاج أمتعتهم الزائدة ولو عودة إليها في أماكن حراسة مخصصة لهم آيلا العقبة ملتقى حجاج الشام بحجاج مصر والمغرب نعطيكم العافية بكون خلصت الدرس وحليت الأسئلة ترجمة نانسي قنقر